السلام عليكم ورحمة الله هنعمل رديو على اصغر تلاجة ممكن تشوف ها. اه دي التلاجة تنفع لي المكياج تنفع لي الغرف النوم الصغيرة سعرها رخيص جدا هنقول على كل التفاصيل بتاعتها والمقاسات اه وتقدر تاخد احجام كبيرة. ده مقاسة لو اثناء كده بالشبر على قد الايد من البداية للنهاية هنلاقي تقريبا شبر ونصف والعرض تقريبا زيه والعمق اطول شوية. يعني العمق شبر اهو. يعني اطول حاجة بسيطة. دي الابعاد بتاعتها شكلها شيء جميل في منها الوان الفضي والاسود. وفيه الوان تانية على حسب الطلب. وليها مكان علشان تفتح منه الباب. وفيها امكانية تنقل الباب. يعني لو عايزوا تفتحوا ناحية اليمين او ناحية الشمال. بتقدر تنقل الجزء ده. والجزء ده بتاع المفصلة علشان تنقله. طبعا لها مفتاح. دي بتستخدم في الفنادق في الغرف الصغيرة. تستخدم له اه المكاتب. برضو المكاتب الصغيرة. اه تستخدم كمان اه للمكياج وادوات التجميل النسائية. علشان تقدر اه تحافظ عليها من التلف. وممكن كمان تستخدم الادوية. لو بتستخدم ادوية كتير او ادوية محتاجة درجة برودة عالية. خصوصا في اه درجة برودة. كويسة في برودة. خصوصا في فصل الصيف عشان الادوية متتلفش لان معظم الادوية بيكون مكتوب عليها. تحفظ عند درجة حرارة مسلا عشرين او خمسة وعشرين او تلاتين. فا اه درجة الحرارة لما يكون عالية بتتلف الادوية. فدي تقدر تعمل كل الحاجات دي. ده الباب بتاعها في مطاط كويس جدا. وفي الرف اهو تقدر تحط اه كنسات ازازة مية اي حاجة وفيها رف في النص. وحجمها كويس زي ما احنا قسنا اهو. وبرضو اهو والعمق اهو. تقريبا مربعة من كل الاتجاهات. دي تعمل بنظام التبريد اه ما فيهاش فليون. ولا فيها غاز النشادة. فيها جزء اهوت تحت اه بيتسخن. لما بيتسخن بيحطل بيطلع منه جرودة وبتطلع عن طريق المروحة. صوتها ناعم جدا يا دوبك هو صوت المروحة ده اللي خارج منه. والتبريدها طبعا ما بتعملش تلج ما بتكونش تلج. لان مروحة التوزيع او مروحة التبريد دي. بتخلي التلاجة. يعني اه زي وفيها لمبة للاضاءة وفيها مؤشر اقل لدرجة. والدرجة المتوسطة. واعلى درجة تبريد. اهو ده من الدخل. من الخارج. طبعا هنا الجزء ده لازم يتبرد. لان فيه الجزء بتاع التبريد. والمروحة من هنا. بكون فيها فلتر. علشان ما يدخلش فيها الاتربة. وتقدر تنظف الفلتر. كل فترة. اتشتريها منين وبكام. اه بيكون موجودة في موقع علي بابا. في منها مستعمل الفنات. وفي ده حوض التبخيرة علشان لو اي ماية نزلت او اي حاجة. والضهر متأفل. والدائرة الكهربائية بتاعتها. والسيري النمبر وهو. كل بيانات بتاعتها. علشان لو عايز تجيب زيها بالزبط. طبعا بتستخدم اه متين وعشر فولت. لحد متين واربعين. وشغالة خمسين هرتز. وآه خمسين وواط. وحجمها سبعتاشر لتر. ودي السيري النمبر بتاعتها وانتاج الفين وتمانية. طبعا فيه انتاج حديث. اي وقت. ودي. دائرة التشغيل. زي ما احنا شايفين. بتاعها. ودي اماكن للتهوية. حجمها ممتاز جدا. طيب ازاي تقدر تشتريها? زي ما قلنا لو جبتها من علي بابا او علي اكسي بريس. تقدر تشتريها بسهولة. سعرها بيكون هناك حوالي خمسين دولار. وآه ممكن لو دولة في مصر بتاخد جمارك. آآه هتدفع حوالي ازاي هم خمسين دولار يعني هتوقف عليك بالدولار او اقل حاجة بسيطة او اعلى حاجة بسيطة. آآ بشحنها بجمارك بكل حاجة. لو دولة ما بتاخدش جمارك زي السعودية او دول الخليج. بكون سعرها بخمسين دولار بتجي لك لحد عندك. آآ في منها مستعمل في الفنادق. الفنادق بتعمل المزادات. وبتبيع كميات كبيرة. ويكون عند آآ ناس بتشتريها طبعا وبتعرضها للبيع. ممتازة وعملية جدا. وموفرة للكهرباء وتقدر تستخدمها في الاماكن الصغيرة.